اشتركوا في القناة امقال عنك ايه وعارف انت نفسك كنت بتغلط في ايه لكن انا كل ده اعمل عليه كت يعني كل ده اعتبره صفحة وطويتها على الرأي وقل كفوري يعني في الاغنية فهم قاطع الصفحة سأمزق هذه الصفحة هيقطعها ويرميها على جنب ويبدأ معك صفحة جديدة فانت يا صالح ممكن تكس قال له كده بالنص تكسر معايا الدنيا وتبقى اهم العيب في الحتة دي في مصر اذا انت كنت عايز وقد قعد رمان انظر يعني الكرة الان في ملعب صالح جمع انا بتصور انا عن نفسي يعني كشبانة دي اخر فرصة في حياة صالح مش في الاهلي مش في الاهلي في حياته اللي بخرج من الاهلي والزمالك بالطريقة دي اللي فيها عدم التزام دي ما بيكملش وش عايز اقول امثلة عشان ما حركش حد يعني عشان نجوم كبيرة جدا وامثلة قريبة يعني لو قلتها الناس هتبقى فاكراها يعني بس عشان ايه ما حركش الناس لكن اللي بيمشي بالطريقة دي اللي خاصة بعدم الالتزام الصفحة بتغلق نهائيا مش بس صفحته في الاهلي هتغلق صفحته مع كرة القدم هتغلق ومش بس مع كرة القدم كممارسة كمان كمدرب كاداري كمسؤول هيبقى عادي بقى زي وزي اي حد هي تشعبط في برنامج يحل الكلمتين تشعبط معرفش فين يعمل ايه بعد ما كان صارح جمعة ده مشروع ليه العيب يعني سوبر سوبرستار فهو الان في قدميه الفرصة وفي مخه قبل رجليه الفرصة اغتنمها اهلا وصحة اهلا ما اغتنمهاش فلا يلومن ايه الا ان نفسه الاهلي مش هيبكى عليه ومحدش هيبكى عليه لان صارح اساسا بيتنسي يعني هو بيتنسي والاهلي بيجيب محمد ابراهيم خدوا بالكو وبيجيب لعيبة في الحتة دي وعنده افشة والرجل المسلمان تلع قال ايه احسن لعيبة عندي في المطش الفات افشة فقفنا جدا على افشة في مطش المولين العرب وبيلعب في الحتة دي ووليد سليمان بلعب في الحتة دي ولسه الراجل الماضي سنتين وعندك محمد ابراهيم جاي في الحتة دي طب عمار حمدي مستقبل الاهلي في الحتة دي طب ناصر ماه في الحتة دي الكلام ده صالح مش شغلك يعني خلاص ما بقتش محصورة عليك انت اسان كان بتتنسي يعني الناس بتفتكر صالح جمع من الاخبار اللي هي الناجاتف خبار الوحشة بحش بفتكر بخبر كويس او خبر ايجابي يعني ما بيحصلش فصالح جمع ايه ده اخر كلام حصل بين موسيماني وبين صالح جمع